هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن أكتر من موضوع وبنبه حضراتكم أن احنا في حلقات سابقة اتكلمنا عن الصفرة الطبيعية واتكلمنا عن مقياس أبجر واتكلمنا عن المواصفات القياسية للمولود وقت الولادة واتكلمنا كمان عن التطعيمات الإجبارية أو الضرورية يعني أو الإلزامية أي اسم انتو عايزينه ولو أن أنا بشكل شخصي زي ما شرحت لحضراتكم بحب أو يمسمى التطعيمات الإجبارية أي ولا أنها إجبار فعلا من الأهل يعني أو على الأهل أن هم يعطوا هذه التطعيمات لأطفالهم أو لمولدهم في موعدها زي ما شرحناها بكل تفصيل طيب أنا ليه جبت سيرة التطعيمات الإجبارية لإني هنبدأ النهاردة حلقتنا بالتطعيمات الأخرى وهي التطعيمات الإضافية أو غير الإجبارية بس قبل ما أتكلم في الموضوع ده مع حضراتكم أحب أن أنا أنوه لحاجة أو أنبه حضراتكم لحاجة مهمة جدا التطعيمات الإجبارية هي التطعيمات المهمة هي التطعيمات الإلزامية هي التطعيمات الضرورية واتفقنا أنها موجودة في مكاتب الصحة بالمجان ومنظمة جدا في مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية مصر العربية واللي عايز يعرف إيه هي التطعيمات الإجبارية ببساطة شديدة يقلب شهادة ميلاد ابنه أو بنته المولود هيجلاقي التطعيمات دي مكتوبة وبموعيد إعطاءها للطفل سواء عند الولادة إيه أو عند عمر أو بعد 15 يوم أو بعد عمر شهرين وستة وهكذا تمام؟ وفي حلقة التطعيمات دي كنت ختمت كلامي مع حضراتكم وقلت لكم أنه أنا ليه بحب أن أنا يعني أروج وأحفز أن إحنا ناخد التطعيمات دي في مكاتب الصحة لأنه ده المكان المضمون وده المكان الدولة يعني ملتزمة بتوفير فيه التطعيمات في صورة فعالة وجيدة وممتازة وأكيد أنا مش ضد أن الناس تاخد التطعيمات في أماكن أخرى سواء كانت مستشفات خاصة أو عيادات أطباء خاصة أو ما إلى ذلك ولكن أنا ضد حاجتين الحاجة الأولانية هي أنه أحيانا الدكاترة في عياداتهم الخاصة أو حتى في المستشفيات بيجيبوا كمية من التطعيمات الله أعلم بقى بظروف تخزينها أو بتواريخ صلاحيتها أو ما إلى ذلك يعني ممكن يجيبوا مثلا كمية التطعيمات أكبر من المتوقع أو أكبر من اللي استخدموه فبالتالي بيكون فيه فائد من هذه التطعيمات فده ممكن يبقى فيه خطورة شوية أن التواريخ بتكون الرابط أو حتى انتهت ومن غير ما هم ياخدوا بالهم وهكذا الحاجة الثانية اللي أنا ضدها هو ترويج بعض الأطباء أو بعض الأماكن الطبية وأنا بقولها هو بشكل صريح ولا نخشى في الحق لو ما تلاقي الترويج الذي يمارسه بعض الأطباء على الأهالي أو على الأسر الأباء والأمهات ويقول لهم أن التطعيمات بتاعتنا أفضل من تطعيمات مكتب الصحة هذا كلام خاطئ تماماً وعاري تماماً من الصحة والحقيقة أنه هو غير محترم كمان أولاً لأنه ما فيش حاجة اسمها تطعيمات أحسن يعني ما فيش حاجة اسمها أحسن ده التطعيم ده أحسن من ده ما فيش حاجة اسمها كده تمام؟ التطعيمات دي بتصنعها شركات معروفة على مستوى العالم كل وأنا أعتقد أن أنا برضو قلت لحضراتكم في ختام حلقة التطعيمات اللي هي الإجبارية اللي اتكلمت فيها يعني على الموضوع ده وقلت إن فيه ده كثرة بيصل بيهم الأمر يقولوا التطعيمات بتجيلي مخصوص من الدولة الفلانية أو الكلام ده كله ده كلام مش مظبوط ما تصدقوش يا جماعة الكلام ده خلاص إحنا هنلتزم الأدب وهنلتزم الاحترام ومش هنعلق على اللي بيقولوا الحاجات المش مظبوطة دي ولكن أكلم بقى حضراتكم كأباء وأمهات ما تصدقوش هذه الحاجات ما تصدقوش وما تقولوش أنتوا كأب وأم قدي التطعيمات كلها لابني أو لبنتي عند الدكتور أحسن أيوة أحسن من إيه؟ يعني أحسن من وجهة نظر مين؟ هو بيقولوه أحسن كمكان يعني كديكوريشن المكان يبقى الديكور بتاعه أفضل يعني هو أكيد مش أحسن في التطعيم مش أحسن في الجودة أكيد مش أحسن في تاريخ الإنتاج أو تاريخ الصلاحة أكيد مش أحسن فهو أنا مش عارف بقى إنه هو إيه؟ الحكاية إنه إحنا ناخد التطعيمات عند الدكتور بشكل خاص أحسن أو كده اللي عايز يعمل كده يعمل ولكن يبقى بيعمل كده باختياره هو ناس في ناس كده يعني في ناس كده بتحب إنها دايما تبحث عن مش التميز تبحث عن الاستثناء أو تبحث عن غير التقليدي أو مع إنه المفروض إنه في حاجات يعني ماشي على كل يعني فأنا برضو بكرر عشان بس ما تفهمش غلط أنا مش ضد ما فيش حاجة علميا ضد الحكاية دي إن حد دكتور في عيادة خاصة أو دكتور في مستشفى خاص يدي التطعيمات هو أنا مش ضد ده خالص ولكن أنا ضد إيه؟ ضد إن إحنا نروج إن إحنا نقول إن التطعيمات دي أفضل من تطعيمات مكاتب الصحة لأن ده هذا كلام خاطئ تماما وضد إن إحنا أحيانا ممكن نبقى مش مدركين طريق التخزين هذه التطعيمات أو كده حد يقولي الله طب ما في مكتب الصحة إحنا مش عارفين لا أطمنكم بقى إن في مكتب الصحة مفيش حاجة بتتخزن أصلا لأنه زي ما قلت بالحرف كده السحب سريع جدا كم من ناس اللي بيتطعاموا يوميا في مكاتب الصحة كبير جدا جدا فدايما التطعيمات دي في حالة يعني ورود لمكتب الصحة وزي ما قلت لكم مكاتب الصحة معظمها إن لم يكن كلها يعني على مستوى الجمهورية تطورت جدا وبقى فيه نظام كمان إنه الموليد مثلا اللي هو تطعيمات الشهرين ليهم يوم معين تطعيمات الست وشهر ليهم يوم معين تطعيمات السنة ليهم يوم معين وهكذا فدا ساهم في تقليل الضغط بشكل كبير